قال وزير الخارجية التركي مولد شاويش أوغلو اليوم إن على روسيا وإيران تنفيذ واجباتهما لمنع هجمات قوات النظام في محافظة إدلب مضيفاً أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث دون دعمهما أوغلو ذكر بأن أنقرة ستعقد اجتماعاً بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التواجهات مع تركيا بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتش الروسية التي تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في أواخر الشهر الجاري يأتي هذا بعد أن استدعت أنقرة ثلاثاء سفيري روسيا وإيران للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات النظام السوري لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب